السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل زكاة الاصناعية والروبوتات والتكنولوجيا الجديدة ستؤثر وسيطر على الإدارة المالية وتاخد مكان الموظفين الماليين وبالتالي كلها تراتب وفرس العمل ولا حاجة لتخص الوظيفة. طيب خلينا نفترض بعض الافترضات كده. واحد ما لوجه دعو بالمحاسب خالص. بيشتغل دكتور او مهندس. هل ممكن يستغلون زكاة الاصناعي ان هو يشتغل محاسب بدله? اكيد لا. هل ممكن صح للمشاء يقول انها يسطب زكاة الاصناعي هو يع بكل حاجة? اكيد لا. بس هل فكرة كلها اللي يشتغل ياخد وظيفتك هو صاحبك المحاسب اللي بدأ يستخدم الزكاة الاصناعي في ان هو يعمل شك على الشغل التاعه يوفر عليه وقت يعمل له المعادلات. يعني ممكن يدخل شهر جيبتي اقول له انا عايز معادلة بتعمل كذا 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 كده يعمل هالي. فبدل من اعملها عاود اكتبها هو كتب هالي زكاة الاصناعي. فبدل من كنت ها عضايا خمس ساعات هو عمل هالف على خمس دايق. فهي دي الفكرة. اللي هياخد مكانك زميلك اللي شغل بنفس التخصص بتاعك. لكن هو استخدم الزكاة الاصناعي في ان هو يوفر وقت. فبدل ما في خمس موظفين خلاص هو بقى يعمل شغل كله. فممكن صاحب الشغل يمشي مثلا اتنين تلاتة اربعة ويخلي الوحيد اللي يستخدم الزكاة الاصناعي. فانت بش مطلوب منك تبرمج بش مطلوب منك تشغل مبارمج بش مطلوب منك ان انت يبدأ تتعلم الزكاة الاصناعي البسيط اللي احنا نشرحه على القناة. في ازاي تستخدم الزكا الاصناع يتوفر بالوقت. تمام؟ ان شاء الله اندي كزا محاضرة في القصة دي لكل اتخصص. بحيث لو انت شغال مهندس شغال مدير شغال محاسب شغال اي حاجة تقدر تتعامل مع الزكاة الاصناعي بشكل يكون قوي. ما ياخدش وقت بينك في التعليم. مجرد ان اي مشكلة واجهك خليه فقر معيك. يعني هو زميلك اللي بش عايز يخضر بيك. اللي يتسأل السؤال يبدأ ان هو يديك الإجابة. ممكن الإجابة يطلع غلط. لكن هو مقصود شي فانت تقرأها وتتأكد من ساعتها. ويطلو لأ انا ما قصودش كزا. لا انا قصود كزا. يعني ممكن تقول له مثلا انا عايز الحسابات المالية بتاع سنة كزا. فهو يحسبها من اول يناير وانت عايز يحسبها له من اول سبعة. فلما هو ما عندهش المعلومة دي ان نظام الحسابي في مصر بيعمل ازاي. انا مدد امثلة. فتقول له لأ خلي بالك احنا عندنا في مصر نعمله من شهر سبعة. مثلا. تمام؟ هو يعمله مثلا بالاسلوب البريطاني. تقول له لأ الاسلوب المصر احنا مثلا شغال بكل كود الامريكي. وهكذا. فتبدأ ان انت تستخدمه في النوع يعمل لك اللي انت عايزه. وكل واحد حساب تخلصه بتاعه. يعني ما ينفعش تكون انت مثلا محاسب وتقول له صمم لي بيت. ما ممكن ينسى يركب بواب وشابيك وحكذا كده. فلازم اللي يسأله اعمل لك كذا ده احد يكون مهندس فاهم في التصمات.